موسيقى يا طيك العافية أمجد الصراحة على الطبخة بس عندي سؤال طببنا لم أفكرت أنك تفتح بيزنس على هذا يعني عطيتنا صدمة قبل ما نطلع عن البطاطو هاي الأموة عندك يعني خلفية أفتح بيزنس والله كثير من الناس اللي موجودين معي في العمل الطرف علي قالوا لي شو رايك أمجد نفتح مطعم هيك و ترب تربح منه بس أمجد مو كل الناس تقدر تفتح عملين مثلا بنفس الوقت أو بتقدر تدير أكتر من جهة هذا الموضوع بده خبرة بده تركيز بده ذكاء بده دراسة دراسة طبعا نحن ضيفتنا لليوم ما شاء الله عليها عندها أكتر من عمل رح تخبرنا أكتر عن أسرار هاي القصة ست خلود عبدالعال رائدة أعمال أهلا وسهلا فيك معنا ويساة صباحك كنا أنا وياكي عم ندردش أنا وياكي ودعاء من شوية عم بتقولي أنه أنت عندك أكتر من عمل بدياكي تخبريهم كمان للشباب الموجودين معنا وتخبرينا شوية أسرار كيف ما شاء الله عليكي قادرة تلحقي بين هون وهون أولا صباح الخير عليكم كلكم أهلا بعدين إدارة الأعمال شيء مش تهل إدارة عمل معناه أن أنت تنشئي مشروع جديد توفريه لي كل شيء علشان ينجح كل شيء من موارد بشرية من موارد مادية من أفكار إبداعية تقدر تنهض بالمشروع بتاعك وده شيء مش تهل والناس اللي بتعمل مشاريع سواء مشاريع صغيرة أو مشاريع كبيرة ما بيكونوش سهلين أن هما يشتغلوا تحت إيد حد يعني بيكونوش مواصفات خاصة لأن هما بيشتغلوا بدماغهم بينفذوا أفكارهم هما والناس اللي بيشتغلوا معاهم بتنفذ أفكارهم هما فهما بيبقوا عامل أساسي في نجاح الشيء ده أو خسارته وبيبقى ريسك طبعا بالإضافة لأن بيحتاج تفكير من نوع خاص أن أنت تقدر يتوفقي ما بين كذا شيء مع بعض خاصة لو مالهمش علاقات بعض أستاذ خلود هلأ من الجميع جدا أنه في عصرنا الحالي صار في رائدات أعمال النساء وهذا نوع من أنواع تمكين المرأة وهذا فخر لكل إمرأة سواء عربية أو حتى في العالم شو هو سر نجاح رائدات الأعمال اليوم صرنا نشوف أنه رائدات الأعمال صاروا يلمعوا أسرع من حتى الرجال بأي مجال بيدخلوا شو الخلطة؟ شوفيا المرأة مبدعة بطبعتها يعني المرأة هي اللي بتربي الرجال اللي بيبقوا رواد أعمال بعد كده بيبقوا فنانين وبيبقوا حاجات كتير قوي فده بينعكس من المرأة على أولادها وعلى زملائها فهي الأساس فأنت دلوقتي لما المرأة خدت وضعها أو بدأت تاخد حريتها بدأت تنفتح على العالم بدأت تطلع كل الإبداع لجواها بدون أي تحفظات وده ساعدها كتير أن هي تبتدي تكون في المقدمة وأن هي تبقى عايزة تبقى حاجة خاصة أن بدأ دلوقتي الرجال في مجتمعنا يفهموا أن هي ليها دور مساوية وليها دور فعال في مجتمع وأن هي لازم تكون شيء أو ذات رائي بس يمكن هلأ مع انتشار الأعمال ويمكن سهولة الوصول العمل هلأ صار فيك أنت بالبيت تفتح البزنس الخاص فيك وتبيعي مثلا بالإنستجرام بس اليوم يمكن فيه نساء بتوقف محتارة ما بتعرف شو تختار بالزبط شو المجال اللي تختار تختص فيه عطينا هيك شوية معايير ممكن ست البيت تعتمد عليهم لحتى تفتح عمل خاص فيها إحنا دلوقتي مع انشار السوشيال ميديا بقى أي حد ممكن يفتح أي حاجة بس هي الفكرة في الفروق الفردية اللي بنا نفيه حد عنده الجرأة من يعمل كده وفي حد لسه محتاج أنه هو يفكر شوية دلوقتي لما تدخلي على معاقع التواصل الاجتماعي كلها هتلاقي ستات بتشتغل من البيوت ستات بتبيع ستات بتطبخ ستات بتربي أولاد ففي أفكار كتير لأن هي تدور على الشيء اللي هي تقدر تعمله يعني لو في ستة طبخة شطرة بتقدر تعمل أكل من البيت وفي ستات كتير أعرفهم بدأوا أنهم يعملوا أكل من البيت ودلوقتي عندهم مطاعم نفس الشيء بتبيع ملابس بتصنع ملابس فهي بتدور هي موهوبة في إيه هي إيه اللي بتقدر تعمله هل بتقدر تكتب؟ بتقدر تتكلم؟ أحياناً في كتير بلوجرز دلوقتي وناس كتير هو ده مكسبهم أنهم يتكلموا خاصة اليوتيوبرز والناس دي هو مكسبهم أنهم قررين يتكلموا ويعرضوا أفكار هم بيعرضوا بس أفكار ففي حاجات كتير دلوقتي الناس تقدر تعمل بها شغل طيب أستاذ خلود أول شي بيخطر ببالنا لما نسمع عن رياضة الأعمال خطوة الشخص اللي بيبلش من الصفر هو أنه لازم يكون شجاع اللي يتحلى بصفات معينة وإحداها أخذ المجازفة إذا ما كان الشخص عنده هاي القابلية لأنه يجازف لحتى يحقق شي ما رح ينجح أديب تربطي عنصر المجازفة بالنجاح ده أنصر أساسي لأنك لو ما جذفتيش مش هتنجحي مش هتعيشي التجربة من الأساس كل التجربة قابلة للنجاح وللفشل لكن أنت لو ما عندكيش القابلية لأنك تجازفي وأنك تخذي الرزق فأي شيء مش بس في الأعمال فأي شيء في حياتك فأنت أساساً مش هتخذي التجربة دي ولا هتعرفي إذا هتنجحي يمكن هذا الشيء اللي بوقف كتير من الناس أنه هي تبلش المشروع هم أصلاً مش هتعرفوا معنى النجاح ولا معنى الفشل لأنه هم مخدوش تجربة وغير هيك في الخوف من الإخسارة أو الخوف من الفشل خصوصاً إذا أنت مشروعك مثلاً بيطلب رأس مال عالي شوي بيطلب مبلغ مادي أنت رح تتعبي لحتى تحصلي عليه برأيك لازم الواحد يخلي فكرة الفشل بباله أو يحط مثلاً خطة به أو ممكن تعتمدي على خطة وحدة وتحط كل إمكانياتك فيها بالتالي تضمن النجاح لا هو ما ينفعش تعتمدي على خطة واحدة أنت لازم تحطي في بالك أكتر من حاجة ولازم تحطي أن احتمال الخسارة وارد لازم تبقى مجهزة نفسك لأي حاجة ممكن تحصلك في الطريق وأن أنت تبقى قادرة أنك حتى لو قعتي نصف تقومي تاني لأن وارد أنك تخسري مش كل حسابات حتبقى دقيق ولكل حسابات صح وارد أن يبقى حواليك نسبة حربك وارد أنك تقابلي صعوبات كتير فعلشان تعملي حاجة وتنجحي فيها لازم تحطي المكسب والخسارة وقصات بعض أنا بدي أسألك سؤال من وين بتلاقي وقت أستاذ خلود لأنك حكيتين قبل شوي أنا ونوار أنك أنت كاتبة بتكتبي شعر وغيره وانت كمان رائدة أعمال وعندك بيوتي سنتر عامل الوقت دهوة مهم لرواد الأعمال وكيف تنظيم الوقت بساعدهم على أنهم يقللوا الخسارة يزيدوا من المجهود ويزيدوا كمان من الدخل والنجاح شوفي أنت لما بترتبي الحاجة بتعرفي توصل لها بسهولة صح؟ نظبط فلما بترتبي أفكارك كمان أنت بتقدري تعملي اللي أنت عايزاه أنت بالنسبة للعمل أو للشغل أنت بترتبي شغلك حيمشي إزاي وبالتالي طالما أنت مسؤولة وتحت إيدك ناس فأنت بتخلي فيه سيستم للناس دي تمشي عليه أنت خلاص مرتاحة من ناحية الشو فيه أو مباشرة وفيه وجودك مهم لكن أنت مش كل مش مية في المية من عقلك موجود في الشو دي حاجة الكتابة بتبقى موهبة حس جواكي مش كل الناس بتقدر تكتب مش كل الناس بتقدر تعبر عن اللي جواها أنا شغل يسعدني في الكتابة لأن أنا بشتغل مع سيدات كل واحدة ليها حكاية وكل واحدة ليها قصة وكل واحدة ليها شكوى مرتبطين بعضاً ده بيسقل المعرفة عندك وبيسقل الكتابة اللي أنت بتكتبيها بتروح لسكة تانية أن أنت قادرة تفهمي مشاعر الناس وده شيء مهم جداً في الكتابة وشيء ساعدني بس لما يكون الشخص عنده عملين مثلاً يمكن اللي بيشوفك من بعيد بيقول شو جاب الكتابة للبيوتي سنتر بتحسين شوي بعض عن بعض أدي نظرات الناس لهذا الموضوع يمكن دعم الناس اللي حواليك اللي إليك أنه أنت عادي فيك يضل عندك بيوتي سنتر فيك يضلك عم تكتبي هذا الموضوع مهم شو فيه إحنا دلوقتي في وقت محدش بيشتغل بالمؤهل بتاعه تمام محدش يعني لو أنت فكرت أنك بس هتشتغلي في تخصصك فمعظم الوقت مش هتعملي حاجة لأن بقى فيه في كل مجال ناس كتير لكن وإحنا معظمنا بيدرس عكس هويته أنا لسانس أداة بتاريخه وأثار مصري وإسلام ولا دخلت ولا شي ملي حكنا ومصر شغلي في وزارة الصحة ملهوش أي علاقة تماما لكن أنا قدرت أن أنا أطور نفسي من مجال لمجال حدا ما أوصل للحاجة اللي أنا حاسة أن هي بالنسبة لي كويسة تشبهك الكتابة هي مجالي الأول والأفضل على الإطلاق شغلي بيساعدني أن أنا أوصل للي أنا عايزاه في الكتاب فكونك أن أنت توفقي الأعمال دي مع بعضها ده بيحتاج أنك تكوني حبة اللي أنت بتعمليه أكتر شيء صح الانتقادات لازم طول الوقت حتقبل الانتقادات ما فيش حد مش هيقبل الانتقادات في أي عملها تشتغلي تماما مظبوط بس هلأ فيه إذا بنحكي عن مجاريات الأعمال هو مجال يعج بالمنافسة والمنافسة دائما بتكون صعبة هي أكيد صعبة بتكون يا إما محبطة ومثبطة للعزيمة يا إما بتكون محفزة لأداء الأفضل كيف تعتبر المنافسة في مجال ريادة الأعمال خصيصا في مجال البيوتي اللي هي صارت من شاء الله يعني كل الصبايا صار عندهم البيوتي سنترز تاعتهم صار فيه إينوفيشنز كتير كيف تتعاملي معها وهل بتعتبريها محبطة أم محفزة شوفي أنا هقولك على حاجة كل مجال فيه كل حاجة كتير يعني مثلا فيه محلات كتير فيه كتك كتير فيه كذا لكن المهم أنك تتميزي في الشيء اللي بتعملين إحنا البيوتي سنتر عندنا أنا خدت المجال تاني خالص يعني ما بقاش بس مكان أنت بتروحي فيه للتجميل لا بقى الكلاينت اللي عندنا هي بتيجي علشان تشكيلك همومها علشان تعد تضحك علشان تغير الموت بتاعها هما نفسهم يعني مثل سابورت جروب هما سموه صالون بتعمل بيت هما حاسين لدرجة أن هما قاعدين في البيت يعني حتى على الأكاونتات بتاعتنا هتلاقي دايما صالون بتعمل بيت فاهماني بالإضافة لأن احنا خدناه برضو لحاجة تانية كان فيه مبادرة عاملها الإعلامية غدا قطاطة اسمها حياة عطاء دي كان مبادرة مع الأيتام فاحنا طلعنا كسالون ان احنا نقدم حاجة للأمهات وللأطفال خاصة اللي ظروفهم صعبة اللي هي ما تقدرش تروح صالون ما تقدرش تعمل حاجة وبوافاة زوجها حست ان هي خلاص دنيا انتهت لا تعملش حاجة لأي حاجة فاحنا الفريق بتاعنا طلع في المكان واخدنا أكتر من 22 طفل وأكتر من 22 سيدة قدرنا ان احنا نخليهم يبتسموا ان هما يحسوا ان هما مدللات فاهماني فانتي بقيت مفهوم المكان بتاعك انت ضفتي عليه من روحك حلو فده بيبقى مميز من هنا انتي تعيشيها تفصيل يمكن بسبب ضغوط الحياة هي نسيته حبيت انه هي ربطة الأعمال بالناحية الإنسانية يمكن هون فعلا بتحسي حالك عم تعطي أكتر بتحسي انه انتي فعلا أعمالك عم تعمل شي للمجتمع مو بس أعمال مثلا ربحية بتحسي هاي القصص نصلا ممكن تدعمك أكتر ممكن تكبر البيوتي سنتر أو ممكن تنقلك لمرحلة تانية من الطورة أكيد شوفي لو أخذناها من ناحية الدينية فالحسنة بعشرة أمثالها تمام انتي حترسمي البسمة على وش واحدة ربنا حيبعت لك عشرة يرسموا البسمة على وشك ده من ناحية الدينية لو أخذتها من ناحية البزنس آه كمان حتساعد لأنك بتتعرفي على ناس جديدة بتعرفي على شخصيات جديدة وصار في عدد كبير من الطلبة بينتسوا لهاي الكليات وفي منهم عدد كبير بنات بيكونوا ينوار لهيك يمكن هذا بيدل على أدي صبايا اليوم عندهم شغف بأنهم يصيروا كمان رائدات أعمال إلا أنه أحيانا التطبيق العملي يختلف عن التطبيق النظري اللي بيكون بالجامعات في ناس دار أنت حضرتك قلت أنك أنت دارس تاريخ وأثر وما كان إلو علاقة بالشي اللي أنت بتشتغليه قدي مفروض يكون شخص عنده مبادئ إدارة الأعمال سواء من الجامعات أو من الدورات اللي بتوفرها الأماكن المختصة لحتى يكون عنده القدرة على إدارة عمله شوفي إذا كنت درسة ده بيعزز إدارة الأعمال لكن لو ما عندكيش الموهبة والقدرة والرغبة مش هتقدر يتعملي حاجة بس هي أساسيات الواحد مفروض يعرف في أساسيات لازم تكون يعرفاها لكن في ناس كتير بتعمق بتدير عمل وهي مش درسة إدارة أعمال بالعكس في ناس بتدير أعمال وهي مش درسة خالص ولا إدارة أعمال ولا حاجة تانية فلازم جنب الدراسة يكون فيه الرغبة والجرأة والموهبة يمكن هاي الأساسيات دعاء ممكن تكتسبها الست من الممارس الممارس المهنة اللي هي بتحبها وبالنهاية بالضبط الخبرة بالنهاية نحن منشجع ومنفتخر بالسيدات اللي مثل حضرتك شرفتين وأهلا وسهلا فيك رح نطلع بريك سريع ونرجع أعلم بيك